مرحب بكم في حلقة جديدة وموضوع جديد من حلقات برنامج رشدة كيرزون دايما احنا كمصوريين عادتنا انه بنكشف لما الموضوع بيتأزم ولما المشكلات تتزداد ولكن في بعض الاحيان بتكون في بعض الامور دايما نقول كده علاجها في البداية بيكون الاسهل والافضل نهاردة بتكلم عن موضوع مش بس موجود هنا في مصر ده مشاع في العالم كله وتقريبا تاني سبب للوفاة عند السيدات بعد القلب هو سرطان السادي او البريستي كانسر عندنا هنا في مصر اكتر من 125 الف حالات سنادي مصابة بسرطان السادي ولما بقول كده معنى دول ان دول في المرحلة الاولى من الاصابة بسرطان السادي ولكن الغريب هنا والعجيب في هذا الموضوع انه لازالت العادات والتقاليد المصرية بتغلب على هذا الموضوع بشكل كبير جدا مع انه خاطر جدا يعني فيه دلوقتي سيارات بتلف في المحافظات وفي الكرة عشان تعمل عملية توعية للسيدات للفحص المبكر لسرطان السادي لانه في البداية نسبة علاجه بتوصل من 80% ل 90% وبيشفى تماما سيدة بقى تقول لك ايه انا خاطر اخش عربية فيها ناس غريبة يكشفوا علي ويبدأ الموضوع يتطور تبدأ بعد كده تشعر بكتل في السادي تروح تكشف نلاقي انه سرطان السادي وصل لمرحلة من المراحل المتأخرات تانية او التالتة او الرابعة في بعض الاحيان يبي يسبب الوفاة يبي يؤدي الى استقصال كامل للسادي وهنا تكمن المشكلة النفسية والعضوية لدى السيدة النهاردة هنتكلم بقى مع الجزء ايه دي هنتكلم في الجزء ايه تانية هل الرجل المصاب بالتسدي من الممكن ان يكون عرض ايضا للاصابة بسرطان السادي ده اللي هنعرفه النهاردة مع الدكتور هشام جميل الاستشاري جراحة العامة والاورامة المناظر السلم دكتور هشام برحب بيك اهلا بيك خالد واهلا بالسادة المشاهدين منورني دايما اشترك قناة صاحب جميل نورك و القناة منورة دايما متقلقة ربنا يكرمك احنا في البداية انا دايما في البداية بحب اقول للمشاهد الشكل التشريحي الخاص بالسدي السدي ده عبارة عن ايه تمام احنا بنتبر ان السدي هو اكبر غدة دهنية في الجسم يعني هي اسبيشال غدة دهنية لها كاراكترز مختلفة شوية بحيث ان هي بيتخللها القنوات اللبنية اللي هي بتتجمع في الاخير في نقطة طلاقي اللي هي حلمة السدي تمام والهالة اللي هي حوالين الجزء اللي هو في السدي بالزبط السدي مهم جدا طبعا ده من ناحية التكوين كمان من ناحية التشريح بالنسبة للمرأة هو يعني احد اهم عناصر القنوسة والجمال بالنسبة للست فطبعا لو سبيشال كونسديريشن جدا نظام حضرتك بداية الحلقة الابعاد السايكيك او النفسية في الموضوع يعني اللي عندها حاجة تخاف تقول مثلا تقولك لا اهل خطيبي لو عارفوا ان انا عندي مشكلة في الاستاذ الستات نفسيها يعني فيه تقولك انا جوزي من معاملته هتتغير لو عارف ان عندي جوز علي بقى بتاع بخلام دقاء لو عارف ان عندي مشكلة او كده فهو له بعض سايكيك مهم جدا ولو حتى يعني الفاميلي كلها غير ان الست بتهتم بيه وغير ان ما احنا قلنا ان احنا هنقول ان هو راجل نوت ايميون او برضو اتريسك في اه في الموضوع السلطان السادي في حالة كذا كان عنده تسدي اصلا اللي هو بيبقى عنده كتلة دهنية موجودة زيادة فبتفرس بعض الدهون فبتقدي الى ظهور شبيه للسادي يعني ايوا كويس احنا هنم نتكلم على الجانب التشريح الخاص بسلطان السادي ده بياخدني الاتجاه تاني انه الغدت لو فيها خلل من الممكن ان تقدي الى الاصابة بظهور اعراض او من الممكن ان تقدي الى حدوث مشاكل في السادي احنا الاول نتكلم عن الاورام اللي هي بتيجي الاشهر اورام السادي اشهر اورام السادي على الاطلاق اللي هي بتيجي في سن من 15 الى 25 سنة عند البنات 15 الى 25 ايوا ده اللي بتيجي كتلة فيرم كده ده اشهر ورم حميد او بيظهر يعني في سن 15 الى 25 سنة البنت تحس ان فيه كتلة ناشفة في صدرها وفي الغالب هو دائما ابدا حميد يعني الفايبورادونومة او زي ما بنسميها فقرة السادي لان هي بتتحرك في السادي مستبتة في مكان فهي ده اشهر ورم هو مع انه دائما ابدا حميد بس الاكشول او الواقع ان هو ما فيش واحدة بتستحمل ان فيه حاجة في صدرها كده ما فيش مرتاحة وده الانديكيشنز ان احنا بنشيلها ان هي يا اما حصل عليها تغيرات يا اما البيشنت منزعج منها منزعج منها ففي الحالة دي بنضطر انشيلها وفي الغالب التحليل بيطلع حميد وكده وبنتمنها تاني اشهر حاجة برضو هي الداكتكتزيا او تمدد القنوات اللبانية دول الادب برضو بتيجي بصورة القناة اللبانية بترابشر القناة اللبانية اللي موجودة في السادي اه بترابشر وفي الغالب يعني احنا بياخدوا الامر سيمبلي وان هو يعملها كخراج وياخد منها عينة وياخد لها فتيل وكده لكن احنا لو تمعاننا الموضوع اكتر من لان يعلاجه بان احنا بنشيل القناة اللبانية او القنوات كلها على فكرة جيه نقطة وهمة دكتور شيئا فكرة انه يشتبه في سرطان السادي او الورم اللي موجود في السادي على انه خرج اه ويتعامل معاملة الخرج فانت كده بتشتغل في اطار تاني خالص لا وبالذات لو الافراز دموي لو الافراز دموي انا لازم اديله اديله ان هو ده ممكن يكون سرطان في القنوات اللبانية او يعني ان تلبرو بأذر وايس الى ان يثبت العكس باخد الامر مور سيريس بالذات مع الافراز الدموي من حلمة السادي يعني انت بتاخد الموضوع بشكل مختلف تماما عن انه تتعامل معاها كجرح كمعاملة خرج اه اكيد هي الدكت التزية هي اللي بتيجي دايما كده وتبدل القنوات اللبانية القنوات تتمدد تغبشر تعمل زي تكتل كبير كده يشبه الخرج بالظبط اه فهو لا او ان علاجها بيختلف علاجها ان انا بشير القنوات اللبانية ديت او احيانا القنوات اللبانية كلها طيب احنا دلوقتي اه قولنا انه من 15 الى 25 هنا ده ممكن البنت تشعر بكتل فيها السادي فتبدأ تعمل الفحص الدولي للسادي قولنا انه ممكن يحصل تمدد في القنوات اللبانية ايه الحاجة التانية اللي ممكن تحصل تؤدي للاصابة بسرطان السادي او ارام السادي هو الريسكي فاكتورز بتاع السرطان السادي الكتير الحقيقة منها مثلا السمنة مهم جدا الريسكي فاكتور بام السمنة ده هو بوط الامراض اذا اتكلمنا عن الجزء الخاص بالسمنة والاكلات السريعة والدهون المشبعة اللي ممكن ان تجيب لنا كل الامراض اللي في الدنيا اعتقدنا نتكلم كتير قوي في النقطة دي لا سبنا لها كمان في العملية بتاع السادي لو السادي الحجمه كبير وكده بتعكسني ان انا اعمل أو ان انا العلاج التحفظي ان انا شيل جزء بس لانها في الاشعاعي هتحكسنا بعد كده يعني اه في البريست كانسر بداية من الجينيتيك اه الجينيتيك البركا 1 والبركا 2 جينز الفاميلي هستوري فاستقولنا التاريخ المرضي لسيدة هذه السايدة عندها مثلا 40 سنة وكان عندها سلطان السادي عندها بنت البنت دي معرضة بنسبة قد ايه للاصابة بنفس المرض او بسلطان السادي ايضا هي معرضة ولازم ان احنا في الطبيعي بنقول الست بعد عند سن الاربعين الست الطبيعي بنقولها عند سن الاربعين اللي تبدأي تعملي المامو جرام كل سنتين والالترا ساوند كل سنة لا البنت اللي هي عندها فاميلي هستوري بتبدأ من قبل كده هستشور بالضبط ولازم تبدأ من قبل كده يعني وبرضو في الفاميلي هستوري ده يعني عندي الحاجات اللي ممكن ابدأ ابحثهم جينيتك لو الام المظر او لو من نفس التريد في الفاميلي يعني عمتين هلتنين هلتين هلتنين اه اكتر من حد في نفس العيلة من الممكن ان تكون معرضة اكثر للاصابة بسرطان السادي اه حتى لو فيه الراجل في العيلة جاله كانسر بروستات او كولون او بانكرياس لا سواني يعني لو جاله اي سرطان تاني مش شرط ان يكون فلساتي اه للثلاثة دول كولون او البروستات والكولون والبانكرياس يعني اي واحد من الثلاثة دول عنده حد في العيلة من الممكن انتو بنتو او اي حد من نفس العيلة ممكن يصاب ده ايوه اه هو فيه جينيتكس بحتاج جينيتك كونسلينج بحتاج جينيتك كونسلينج في الحالة دي برضو لو فيه دبل ماليجنانسي دبل ماليجنانسي يعني ايه حد في العيلة جاله دبل ماليجنانسي يعني برسي البريست والليفر والليفر نقصد هنا مش الميتاستيس لا او السنويات اللي بتيجي من سرطانات تانية البريماري ليفر انت تتكلم انه لو جسد سرطانين مختلفين ايوه للشخص سيه مثلا في البرستاتا مثلا او في القولون ومعه حاجة تانية ايوه شخص معرض اكتر الاسرة بتاعته او الفيميل هستري بتاعته بيقول انه ممكن ان يكون معرض للاصابة بسرطان الساتي ده اندكيت للجينيتك كونسلينج ان انا اللي اعمل فحص جيني اه الفحص جيني ده يعني بقى مهم دلوقتي يعني في موضوع البرست بالذات يعني عندنا فيه مثال على كده المسئلة الامريكية اه 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 يعني ايوه لما لقيت عندها براكة وان و براكة و بوزيتف الاثنين فهي عملت شالة البرست و شالة الاوفرز شالة الساتي و شالة البايدات المبايدات اه كهنة كبروفيلاكسيز من انه يجي لها كده و عملتها بعد كده عام امبلانتس ساتي صناع امبلانتس و كده و في نفس الوقت خلاص هي بقى تقت هاي ريسك بالتشخيص الجيني هاي بيقولوا كده لما حست ان هي من الممكن ان تعرض الاصابة بسرطان السادي قامت شالة بس هي كان الاصابة بسرطان السادي هي جالها الاصابة بسرطان السادي و عشان كده حصل ان هي ما حصلش حمل يعني ما خلفتش خلص بقى فيش تقويد خلص ما فيش موبايد اصلا اه ما فيش موبايد ما فيش تقويد بقى هتخلف ازاي كويس طيب ناخد الاتجاه ثاني هو التسدي عند الرجال و يعني دايما ما بسمعش عن حد من الرجال او حتى في وسائل اعلام مختلفة انه الرجل يروح يعمل فحص دوري للسادي اذا كانت عنده مشكلة التسدي او انه حتى يتم بيها الا اذا كان الموضوع له علاقة بالشكل الجمالي بس لا هو حديثا ثبت ان فيه واحد في المية من البريستي كانسرز من اللي بتيجي في الميلز في الرجال فلذلك عشان الموضوع نجليكتد او مش واخد اه 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 او مش واخد اه 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 او مش واخد بيو كده فهو بنقول لا عندك تسدي يعني ده مرض يعني اللي اما بتحتاج تشاور طبيب ممكن جدا تلجأ للعملية انك تشيل النسيج الدهني ازاي ازاي ده لانه ممكن يسبب لك في وقت من الوقت اه 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 كانسر برست نسبة الناس اللي عندها تسدي في الرجال نسبة كبيرة جدا وبتزداد من وقت للتاني يعني هي في ازديان مش بتقل بسبب السمنة طبعا بسبب السمنة بيحصل تسدي وفي لاز بيكون وزنها خفيف وفي نفس الوقت عندها تسدي وما بيهتموش بها دكتور الشام إلا بحالها هذا بس لو عايز يخلي الشكل الجمالي لو رايح مصيف أو نازل مكان أو حاجة عايز يخلي شكله لما ينزي كده في وسط الناس يبقى حس إنه شكله كويس يعني ممكن يستعيد بداء عن أنه يلبس حاجات دايقة معينة عشان لا يظهر ده مع أنه هو في الحقيقة مش متخيل إنه ده ممكن يسبب له مرض أو إنه ده مرض يحتاج إلى متابعة طبيب ويحتاج إلى العلاكة لا مرض يحتاج إلى متابعة طبيب واحد في المية يعني ده برضو رقم مش قليل يعني كل مية ممكن يجي له كانسر بريست ده رقم مش قليل واحد في المية ممكن تزداد أو دي النسبة المعلن عنها دي النسبة المعلن عنها احنا دايما نقول إنه الوقاية خيره من العلاكة يعني دايما بنحاول ان احنا نقول الناس او نعلمهم ايه هي الطريقة اللي ممكن يعملوا بيها فحص للسدي بشكل دوري في البيت مع كل شاور مسلا السيدة بتاخده تبدأ ان هي تعمل هذا الفحص بشكل يكون سهل وبسيط في البيت وايه الاعراض بقى اللي لو حسد بيها تبدأ تتوجه الى الطمية هو ده مهم جدا طبعا لكل سيدة و احنا قلنا انه باضي ايميون او حتى الرجال يعني كده مصميم بالتسدي اه بالزبط فهو الست سيمبلي خالص مع كل شاور و مع كل حمام بتقف قدام المرايا تحط ايديها في وسطها عشان ايه بقى عشان كده بنعمل الكنتراكشن العضلة اللي تحت السدي فهو لو في حاجة او قتلة او كده بتظهر فهي بتقف تحط ايديها توقف وتحط ايديها في وسطها اه تمام كده لو في اي حاجة تظهر وهي بتلاحظ بقى هل الحلمة طلعة نزلة يعرف وضعها الطبيعي طبعا يعني الحلمة طلعة نزلة ريتراكتد لجوه هل بيسكويز بسيط هل في افراز او كده برضو الفحص العادي اما بعمل دواير حوالين السدي كده بفحصه بايه كم صباح باطراف الاصابع باطراف الاصابع الاربع اصابع دولة كده كويس تمام انها بتفحص اما دواير اما بالطول والعرض كده الاول لايت بالبيشن كويس ضغطة خفيفة ضغطة خفيفة هنا كده اي وعلى كده تبدأ بعد كده الدب بالبيشن دب بالبيشن سيمبل خالص لو فيه اي حاجة بتظهر كويس برضو في الوضع التاني انها ممكن تحط ايديها وراسها كده اخذ بال حضرتك وهي برضو ده ممكن تفحص تحت الايبوتين كمان لان ده الغدد الليمفوية بتاع البريستو كلها في الارميبيت او في تحت الباط كويس فيش اكتر من كده ده كده طريقة الفحص امت بقى لو حست بايه او ايه الاعراض اللي ممكن تحس بيها تبدأ ان هي فورا تتوجه الى الطبيب ما تنتظرش لانوا حين احنا كمصريين نحس اه يعني يو شوية توجع كده وهيروحوا وما تديش للموضوع اتمام وهو بيتحرك الوراق لسه ياما ان الواجع كمان له علاقة بالبريد فهي تقول لك اه تقول لك لا ده بس عشان البريد انا بس في الوقت بتاع البريد بيبدأ يحصل لي ده فما بتروحش اه لا اه طبعا لو الله عزيزي ما قلنا لو لاحظت نتوء في الوضع ده وهي عاملة كنترشن العضلة تحتها ده بيساعد اي نتوء او اي كتلة بتظهر قدامها اي افراز غريب لازم تروح لدكتور طبعا اي تغير في شكل حلمة زي ما قلنا طلعة نازلة برضو بقرن لتنين ببعض يعني البرد وارجنز عادة بقرن عندي حاجة قرن بيها يعني من قرن لتنين ببعض لو حسيت باي اختلاف او حسيت باي وجود كتلات او باي قلم مستمر سواء في البرد او قبل كده روحي تطمين ده اللي انت عايز تقوله انا عايز تقوله يعني البرد عادي لا طبيعا انه بيجي فيها ألم ألم بس مش لدرجة انه فيه كتل مثلا ومش هتفضل موجودة مش هتفضل موجودة باستمرار يعني هتفضل اول يوم او اول يومين وبعد كده بتبدأ ان هي سبصيد اه تقل طيب لو قلنا ايه هي المراحل سرطان الثاني يوم تقريبا ربع مراحل لو خدنا كل مرحلة كده وده اننا نتكلم عن كل مرحلة وظروفها والأجواء بتاعتها اللي ممكن تعيشها سي ده مهم جدا لان يعني الاستاتيستيكس بتقول ان انت لو جيتلي في المرحلة الاولى نسبة العلاج من 85% المرحلة التانية بتضرب 25% مرحلة التالتة المرحلة التانية كم؟ 35% يعني نسبة الشفة بتقل من 80% في المرحلة اولى 35% 35% للمرحلة التانية مرحلة التانية مرحلة التالتة من 10% الـ 15% المرحلة الرابعة ده 0% حسب الجريدينج بتاع البريست كمسة المرحلة الاولى اللي هي يعني فيه الورم حجمه اقل من 2 سنتي ومش عامل لمفنود خلينا قطع كنا وسألك عشان يتكون ورم دي بقى نقطة مهمة عشان يتكون ورم طوله 2 سنتي أو 3 سنتي أو 4 سنتي بياخد وقت قد ايه عشان يتكون الله يكان تجدش لان الاورم بتعرفها اصلا ان هي نمو عشوائي يعني الاورم وبردات السرطانية من تعرفها هي نمو عشوائي يعني يقولك الخليات هبلت اه بتبدأ ان هي ملهاش ملهاش وقت معين تم فيه نقدر نقول ان في خلال 6 شهور اللي 2 سنتي دول هيزيدوا لا طبعا السرطان بطبعه او الاورم السرطانية هي نمو عشوائي خارج الناموس الطبيعي اه فهو كانت جدج يعني هيزيد عن كده يتحول عن عن كده او هيزيد قد ايه بالزبط بتعريف الاورم والخبيثة لا طبعا كانت جدج خالص بس بس هو الفكرة ان احنا قلنا ان انا بروح للدكتور على طول بعمل الفحصات بتاعي البريست ثلاث حاجات الكلينيكال اجزامينيشن فحص الدكتور الاشعاء الاشعاء الصنار بيبين تقريبا كل حاجة يعني بعد كده بشيلها وبابا تعينها تحلل اه بس غالبا بتطلع معظمها بتطلع اوراب حميدة اه والله نشوف التحليل يقول اه معظمها يعني يعني النسبة الاكبر تقريبا في البداية اه طبعا نسبة 80% نسبة 80% بتكون حميدة او 20% بتكون غير حميدة دي المرحلة الاولى اه اتأخرنا وعدين لمرحلة الاولى اه ودخلنا في المرحلة التامية ايه الظروف والاجواء بتاعتها الظروف الاجواء بتاعتها ان هو الحجم بيبقى من اكبر من كده من 2 ل 5 سنتي اه وبرضو اه 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 وزن بريستشوي يعني لسه ما طلعش للغدد اللينفوية مرحلة التالتة خلاص وصل لغدد اللينفوية المرحلة الرابعة بقى خلاص عمل ديستانت وصل للليفر الكبد العزام اه وكمان بيبقى فيه تغيرات في في البرست نفسه منظر البودورانج او منظر جلد البروتوانا فيه الالساريشن ال الالسكين الالسر او الجلد اه او ما يطلق عليه البيجز ديزيز اه ف النساء بالشفاء يعني بتقل تماما ان المرض بيكون انتشر يعني وبعدين هو من التوعية يعني هو البريست من الحاجات اللي هي بتكتشف وبتعالج والناس بتعيش بعد دي بخمستاشر وعشرين سنة ما في المرحلة اولى الدنيا افضل بكتير جدا 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 زي ما قلنا 80-90% من الحالات بتشفى وبيقاش عندها اي مشاكل وبتعيش وتتعايش بشكل طريق وتتعايش وببقى خلاص بقى فهو ده واحنا التوعية المستدامة عشان كده انت تعالي في المرحلة الاولى الدنيا بتبقى اسهل ممكن حتى اعملك ان انا مش هشير السادي لا انا هدى استقصل الجزء اللي فيه مشكلة من السادي اه بسيفتي مرجن او حد امان حتى لو حدحة دكتور ما بتكونش يعني كبيرة اصلا لا بتكونش ظاهرة كمان يعني بتكون لها يعني افتحتي الهالة دايما او اه اه في مكان مظاهر حوالين الحلمة اه يعني بس انا هساعدك ان انا هعمل ده تحديد لزهور الورم تاني او حدوث الورم مرة اخرى لا انا بشيله بحد امان احيانا بنعمل سنتين الليم في نود بيوبسي بشوفه وصل الغضر اللي مخوية ولا لا وبعد كده في الغالب بياخد بتاخد اشعاعي بعدي يعني بتاخد يعني بنشيله الورم ده وبتاخد اشعاعي كم جلسة ايه كم جلسة تقريبا انا مش عارف بالزبط بس هو بس هو بنحولها الحاجات دي القسم الراديو سيرابي اه والبرنامج نفسه بيختلف يعني في الكيميائي او الاشعاعي البروجرامز نفسيها بتختلف من شخص من شخص الاخر يعني ايوة بالزبط انا اسمع المرضى يقوله 16 جلسة احيانا يقولولي كده اخدت 16 جلسة اشعاعي اي منعش كده بس المتوسط الطبيعي من 12 ل 16 او 18 جلسة اه تقريبا دي تقريبا متوسط الجلسات فيه الاشعاعي بعد ايه استقصال الورم بعد استقصال الورم اه كويس اه في الحاجات تالية بقى الممكن العلاج الهرموني برضو ده في لو انا اخدت شيلت الورم وليقيت انه هو فيه الاستروجين ريسبتونز فهو كده ده انه هو هيستجيب لل علاج الهرموني لو فيه مشاكل مش فيه مشاكل وفيه ريسبتورز في الهرمون في البرست في البرست تشو الريسبتورز يعني هو الاستروجين يزوده فانا بدي أانت استروجينيك برقز قفلت سكة عفلت لحدوث الورم لحدوث الورم مرة تانية أو ارتجاع أو كده دي المرحلة التانية المرحلة التالتة اللي نسب الشفاء فيها 15% المرحلة التانية بيكون يعني أكتر من 3 لين في نوتز بقى يعني 8 لين في نوتز كده وبيكون حجم الورم أكبر من كده كمان يعني أكبر من 5 سمتي المرحلة الرابعة مرحلة الرابعة ديستانت متاس تزيز وصل للعظم وال دي مرحلة متأخرة جدا طبعا دي مرحلة جدا جمهوري اللي بتؤدي في بعض الأحيان إلى حدوث الوفاة أكيد دلوقتي احنا تكلمنا عن الجزء الخاص بصرطان الستي وقلنا إنه الفحص المبكر هو الشيء الأساسي والمهم في هذه المرحلة لقلنا الناس اللي عندها وزن زايد وأنا دايما أربط الكثير من الأمراض بزيادة الوزن أو رتفاع الوزن السنة اللي ما موجودة عندي كتير من الناس مش بس في مصر عشان بس مش كل مرة نقول مصر مصر العالم كله بيعاني من السنة وأمريكا بتصرف مليارات الدولارات سنويا على علاج مرض السنة نعمل إيه لما وزننا يزيد وإيه تأثيره على مشكلة البرستي كانسر السنة المثبت إن هي الريسك فاكتور فور بريستي كانسر خلصنا منها يعني فهو كيبا يعني تخلي عينك على وزنك وعرف إن ده يسبب لك مشاكل في جسمك كله بداية من زيادة الكولوسترول في جسمك وعلاقته بالشريين والغلطات والمفاصل يعني سمنا باب كبير قوي يعني فهو هو بوابة الأمراض أنا دايما أقول كده في بداية الحلقة أو في آخر الحلقة أو في مصر الحلقة دايما الحاجات اللي هي بتكون بوابة الأمراض الكتير من الناس دايما بيكون إلقاء الضوء عليها وتسليط الضوء عليها فهو من أفضل ومن أقوال أشياء التي كنت تكلم عنها عشان التوعية بالنسبة للناس شاف إن إحنا الوعي الطب في مصر يا إما أولاي القوي يا إما بشكل خاطئ قوي ما بشكل خاطئ قوي من العيان يعني حتى ممكن إيه اللي هو خد نص معلومة يعني دخل على اليوتيوب شاف حاجة دخل على النت شاف حاجة فهو بإيه يعني إيه ولو مش درس أو كده فالمعلومة بتكون نقصة أو مشتتة فده في كده الأحوال ده بياخد المعلومة من الناس اللي حواليه آه يسأل مجرم ويبقى يسأل الحواليه وبس كده هسألك نقطة مهمة عن الصيدلي اللي بيدي وصفة دوائية لحد جاء له أنا عندي مشكلة وده ولكن خليني بس أقول لي سيدا المشاهدين أنا أوه عن عنوان عيادات كيرزون دي موجودة في 55 شارع سوريا بالمهندسين وفي الفرع التاني العيادات كيرزون موجودة في الشيخ زايد أعيحة الخامس خلف السنترال فيه داخل مؤسقاي مول توري شام رأيك إيه في السيدالي أو السيدة أصلا أنا دايما مش بيقولهم بس على السيدالي أنا بقولهم على السيدالي واللي بيروح للسيدالي هو السيدالي مجزن بواحد بيجيله وبيلجأ له وبيستعطفه زي ما احنا متعرض أو مش عاوز يروح معاوش فلوسه يروح لدكتور أو مستخسر فلوسه يداله فيه فحص مجاني يا دكتوري شام لسرطان السادي في أكثر من مكان وفيه حملة وفيه حملة لقضاء على سرطان السادي الناس بتتكسف تروح أو ما بتديش للموضوع أي أهمية نعم ما فيش كسوف خلاص احنا قلنا نوباديز إيميون وكل ست فوق أربعين سنة خلاص بتعمل الصنار كل سنة لده لو ما عندهش حاجة ما فيش فاميلي هستوري الست الطبيعية يعني ما عندهش بتعمل الصنار كل سنة وبتعمل المامو جرام كل سنتين كويس اه طيب خلينا ناخد بعض الأسئلة من المشاهدين حد بيقول هل النظام الغذائي منخفض الضهون يمنع الإصابة بسرطان الستي أكيد طبعا أكيد بتحمي نفسك من السمنة والسمنة رسك فاكتور زي ما احنا لسه قيلين يعني طيب سيدة أخرى بتقول أعاني من ألم في الإبطة الأيسر لا إحساس بالألم الخارجي لكنني أشعر إن هناك شيئا ده أستطيع تحسسه هل هذا يستدعي أن أرى طبيبا نسائيا أو طبيب الرعاية الأولية أو جراحيا أكيد مين تروح لمين دكتور نسا ولا جراحها هو التخصص في الأخير جراحها بس لو هتروح لدكتور يوجهها على أساس أن دكتور هيوجهها الجراح برضو بس هو التخصص ومفروض جراحها طبعا يعني هل من الضروري زيارة الطبيب إذا كنت لأشعر بكتلة يا ده لو ما عندهاش كتلة هل من الممكن أن يتروح للطبيب ولا هتشعر في أي وقت بس هو مش مش إنديكيتر طبعا يعني بس هو بعد سن الأربعين بعد سن الأربعين بنتبع وبنفولو بس هو هي مش إنديكيتر أن أنت طبيعية ومش حاسة أي تغيرات في الساديين فما فيش ما فيش ما يدعو أن أنت تروحي للطبيب يعني إلا لو أنت أنا بزيادة وكده وعايزة تطميني هل صحيح أن الضغط على السادي خلال الميموجرام يمكن أن ينشر الأورام الصغيرة لا هنا بقى في حاجات كتير قوي ده في ناس بتخاف تقولك أنا هشيل الورم دبت المشرة فيه هتنشره لي يعني في ناس تقولك كده يعني ده منين الأفكار المغلوب تديها دكتور هشام يعني أنا دايما شايف أسئلة كتير قوي برضو عظم ما حد بيسأل تاني تناول طعام به نسبة عالية من الدهون بيسبب سرطان السادي ولا لأ قلنا آه وده وانتفقين عليها ممكن والحد منه في مشكلة الناس دي بيجيبت كلامنا منين أو الأفكار دي منين لا ثقافة موروثة بقى مفاهيم خطئة طبعا يعني التوعية وكده ونشر الوعي السليم أكيد بتقل مرض سرطان السادي يا دكتور مرض معضي لا غير معضي لا أورم مش معضية كويس بتقول أنا سيدة عندي والدتي هي سيدة عندي والدتي عندك اللي عندها إصابة بسرطان السادي هل بالضرورة إن أنا أصابة بسرطان السادي ولا لا أه ده سؤال حلو على فكرة هي لازما بتبقت ريسك ولازما بتفنو مع الدكتور زي ما إحنا قلنا يعني بس مش كل ست وزي ما الريسك فاكتورز اللي إحنا قلناها ديت يعني ننسينا نقول برضو يعني اللي اتجوزت متأخر أو اللي اتجوزت وخلفت متأخر أو اللي اتجوزت وما كانتش فيه رضاعة طبيعية أو كده ده عوامل فعلا بتؤدي إلى الريسك فاكتورز بحيث إن الأستروجين قاعد في جسمنا عالي فترة طويلة جدا بس يعني ممكن ست اتجوزت في سن معقول خلفت في سن معقول قد بتردع طبيعي بيجي لها البريست كانسر تمام فهو يعني مش بالضرورة اللي والدتها عندها بريست كانسر هيجي لها بريست كانسر ومش بالضرورة اللي ما عندهاش اللي ما عندهاش أي ريسك فاكتورز وخالص مش هيجي لها واحدة بتقول أنا عندي 52 سنة وحاسة بكتل في أسادي أثناء عملية الاستحمام يعني وهي بتاخد اللي شور وكشفت وما طلعش في مشكلة بس أنا كشفت عند دكتور نسا ما كشفتش عند دكتور خاص بالجراحة يعني يبقى ما كشفتش يبقى ما كشفتش آه أيوة ده بقى نقطة مهمة البريست مهمة تلات حاجات فحص الإيكليينيكي بوسطة متخصص اللي هو بجراح السونار أو المامو جرامة أو المر آي وطفر اللي أنا هشوفه مناسب لها ثم التكتل إن أنا باخده وببعته عينة بعته عينة بسولوجي يعني أنت عايز تقول لي أو تقول لي السيدة إن أنت لما رحت كشفتي أو بحصت السادية عند دكتور النسا ما كشفتيش كأنك أو أنت رحت حتة تانية يعني آه رحت حتة تانية غير لي ظهرق واجعك فرحت للدكتور قلب أيوة صح كده أكيد كأنك ما كشفتش طيب سيدة أخرى بتقول أنا والدتي كان عندها سرطان كان عندها سرطان سادي وأنا متزوجة وحامل آه هل هيبقى في مشكلة في الرضاعة إن أنا ممكن حتى أصاب بالسرطان ولا لأ يا سنها كم سنة؟ 23 سنة 23 سنة وإذا كان عندها تاريخ مرضي يعني المصابة بالسرطان السادي وهي يعني حامل تقريبا وهتخلف هل ده ممكن إن هو يكون عرضة الإصابة بالسرطان السادي هتتردع متردعش الرضاعة لا حياتها طبيعية خالص يعني حياتها طبيعية هي بتعرف بس إنها عشان والدتها عندها تاريخ مرضي في والدتها فإن هي بتتابع إن هي أترسك زيادة شوية يعني التانيين بس إذا ما احنا نتسألين مش بالضرورة هيجيلها سرطان السادي ولا اللي ما عندوش ريسك فاكتورز خالص إن دائم يونو مش هيجيله حاجة مش هيجيله لا هي بتبقى بس إن هي أنت تعرف إن انت أترسك زيادة بس بتعيش حياتك طبيعية خالص يعني وتردعي وتخلي فيه وما فيش مشكلة ما فيش أي مشكلة حدي بيسأل وده السؤال اللي إحنا كنا بدأنا بالحلقة الشكل ما شايفش الحلقة من الأول بيقول مرض سرطان السادي يصيب فقط الستات وليس الرجال لا بيصيب واحد في المية من الرجال المرضى بالتسدي ودي نسبة مش غيرها يعني في كل مية في كل مية من الممكن أن يكون معرض للإصابة بسرطان السادي أكثر من غيره من الرجال واللي عنده تسدي بيفوله زي الستات بالضبط كده ولو فيه أي ساسبيشن بيشيل بيشيل السادي بيشيل السادي أو نسج الدهني ده كويس حد تاني بيسأل تغير في شكل السادي أو حجمه أو محيطه ده ممكن يبقى في البداية هي صغيرة 18 سنة إنه شكل السادي هل ده إيه أقدر أفرع إزاي ما بين الأعراض الطبيعية يعني اللي هو التغير الهرموني هي في مرحلة البلوغ ما بين إنه ممكن يبقى عندي مشكلة في السادي والله يحسي صدق شوف أنت في قتل هي أحسي بتغير في شكل السادي أو في حجم السادي لا الحجم وبرضو السيمترية مهمة هل هو زي يعني السيمترية مهمة جدا بقرنه بالتاني يعني هل الزيادة في سادي واحد أو في الساديين ده مهم جدا أي عضو بيلاترا اللي عندنا في الجسم إنه أنا بقى بقرنه طب لو اللي اتنين نفس في الغالب بتبقى حاجة لا علاقة بالبيوبرت أو البلوغ أو بالبلوغ حاجة طبيعية أو حاجة على الأقل بال زادة الهرمونات مثلا أو كده يعني سيدة بتقول أنا عندي إفرازات شفافة من الحلمة الخاصة من حلمة السادي ده ممكن يكون أعراض ممكن يكون أعراض للضغتكتازية ممكن أعراض السرطان لا لا مش هي ممكن أعراض لمرض تمدد السادي أو القونات اللبنية هي القونات اللبنية أو اللي هو مرض تلايه في السادي أنا رسلت المجستير بتاعي كان على الموضوع ده على فكرة كان البليدنج برنيبل أو الإفراز الدمو من حلمة السادي هي كده سألت في المجستير أه سألت في المجستير أه فهو يعني هو ممكن جدا يكون علامة وكانت نتائج الرسالة في الأخير وصلت أن أشهر سبب للإفراز السادي يعني أنه هو يعني 40% فايبروسيستيك ديزيز أمار تلايه في السادي و40% دكتكتازية أه وبقية يعني 80% منها بتبقى حاجة حميدة بالمغادين دولة كويس اه فهي في كلا الأحوال لازم أنت تشير طبيب طبعا يعني كويس تشير طبيب الجرح سؤال مهم بقى واحدة بتقول الكريمات الموضوعية أو العلاجات الموضوعية لو أنا عندي سرطان سادي بتوديها أو لا أنا مش هرد على السؤال ده رد أنت بتقول الكريمات أو لا معرفش تقريبا حد نصحها باستخدام كريم معين وهي بتسأل العلاجات الموضوعية بتشيل يعني بتأثر في ده ولا لا أنا مش هترد أنا مش هترد طبعا كريمات الموضوعية احنا بنتكلم في الأورام ونمو عشوائي نمو غير طبيعي الخلايا تهبلت فأكيد يعني الكريمات مش مش هتحد منها طب ممكن تزودها ولا مش تعمل حاجة أصلا لا أنت بتسأل بجد مش بسأل هي اللي بتسأل مش أنا لا طبعا ما لهاش علاقة موضوعية كويس يبقى إذن العلاجات الموضوعية اللي أنت بتسألي عنها دي ما لهاش أي علاقة بسرطان السادي وإنت لازم تتوجهي الطبيب الطبيب هيوجهك في اتجاهه وتروحي لحد بتخصص فيه راحة الأورام ما تروحيش لحد طبيب نسا أو جراح ما بيشتغلش فيه دي لازم تشوخنا في عيادات كيرزون دي آه فأنا طيب يبقى أن خلها أتكلم موعدك إيه يا دكتوري إشان في عيادات كيرزون في الموعد الموعد حضرك في العيادة آه أنا موجودة سابت واثنين واربع في العيادة وفي الفرعين يعني في الفرعين سابت واثنين واربع حسب موعد الحجوزات وكده بنرتبها مع الحلقة آه كويس أنا هنقول تاني مرة تانية آه عنوين عيادات كيرزون موجودة في خمسة وخمسين شارع سوريا بالمهندسين والشيخ زايد في الحياة الخامس خلف السنترالي سكايمول ويتلاقوا أرقام العيادات للتواصل والحجز آه أسفل الشاشة شوف بقى الأسئلة دكتور هشان طيب وضح وضح أن الموضوع مهم ده لسئلة جميلة والله آه آه موضوع مهم سئلة مسلية آه حد بيقول ماذا يحدث بعد العلاج إيه اللي بيحصل بعد العلاج يعني إيه الخطوات اللي بعد المم بتاعليك بعملها ما هو أنت جيتلي في أنه مرحلة آه آه يعني المرحلة الأولى قلنا اللي هي الورم أقل من 2 سنتي فده بيتشال بكونسيرفتف سيرجري مش بشيل السادي كله يعني بشيل كوارتر أو ربع السادي أو أو حتى بشيل الورم بسيفت مرجن اللي هو اللي يكون حواليه تأكدت إن ما فيش أي خلايا سرطانية في الجزء اللي أنا شيلته السيفت مرجن ده أو حد الأمان وده في الغالب بيحتاج إشعاعي علاج إشعاعي بعد العملية كويس آه فيه لو اضطرت ويقصد مثلا مثلا لو ست اضطرت تشيل السادي أو كده وبرضو عايزة تحافظ على منظرها الجمالي أو الشكل ده متاح جدا يعني السيليكون إمبلانتس موجودة أو حتى إنه بنزرع دهون من السادي التاني أو دهون من البطن أو من أمكب غير موين أو عضلة أو عضلة ناخد العضلة بنرفحها هنا وبنحسن وحفظت لها على الفئة برده ولا الشكل الجمالي خبص آه يعني مش يعني مش نهاية العالم في أي حاجة يعني والفكرة أن أنت فكر في المرض يعني الشكل الجمالي ده له حلول يعني كويس سيدة بتسأل هي والدة وبتردع آه وعندها اكتشف أن عندها سرطان سادي ولازم تعمل كيماوي هل هيكون فيه مشكلة على الرضيع؟ هي ما تغضعش بقى يعني يعني تأخذ علاجها في الأساس يعني طب بالنسبة للحمل هيكون فيه مشكلة؟ السؤال تاني معلش هي حامل هي حامل دلوقتي حامل دلوقتي أنا صنعته بتغضع آه هي حامل دلوقتي آه واكتشف أن عندها سرطان السادي آه هل الكيماوي لا طب فيه الجراحة ممكن نعمل الجراحة وقت الحمل ما فيه مشكلة يعني الجراحة متاحة وقت الحمل آيو آه هي يوقف إنما كيماوي لا كيماوي في الحمل لا طبعا ده تراتوجينك يموت الجنين آه كونتر انتكيتد آه يعني الكيماوي في الوقت ده آه تراتوجينك آه يموت الجنين بس الجراحة ممكن كويس لكن ده معناه إنه الجراحة آمنة في مرحلة الحمل آه إذا كارت السيدة أو اكتشف آه إنها في هذا التوقيت عندها آه آه سرطان السادي كويس كده بيتعمل في حصات الطبية اللازمة وبتدخل قط العمليات بتاخد بينجي موضعي أو بينجي كله وعلى فكرة بالنسبة السؤال ده المتابعة مهمة أثناء الحمل برضو يعني انت مش معنى إن انت حامل والسادي في تغيرات لا أنا برضو بتابع وبفحص نفسي وبشوف تكتلات في زيادة طبيعية اللي أنا تكتل هربونات أو زيادة الحجم السادي عشان الغدد اللبن وكده بس برضو أنا بفحص أي تكتلات بشوف دي إيه وكده يعني مش معنى فترة الحمل إن احنا ما بنتابعش السادي أو كده معظم السيدات فترة الحمل بتبقى متابعة مع دكتور دكتور النساء ما بتفكرش وما بتركز إن هي أصلا تروح تتابع عن دكتور الجراح عشان كده احنا يعني هو دكتور النساء عطول يوجهها يعني دي بقى الرسالة اللي يقولها المين الشرق بيروح لدكتور النساء مروح للجراح هي الثقافة كده الثقافة يعني هو دكتور النساء بس دكتور النساء بيحولونا حالات كتير بيحاكي بيحولوه بس الثقافة دي مش موجودة عند كل دكتور النساء يعني هو دكتور النساء ممكن إنه يوجه الحالة بتاعته اللي بتابع معاه تسع شهور وتقريبا بقت جزء من حياته اليومية وجزء من كل ما تحس بكحها ووجع ده بيسألوا لو سنها واجعاها هيبقى فيه غلط على البيبي عشان لو رح تعمل سنين يعني السؤال ده بيتسئل فما بيسألوش عن فكرة إنه لو حصلت تغيرات في شكل السادي هل من الممكن إن أنا أروح أكشف ولا لأ لا طبعا يعني الحمل حاجة وصحتك وبيت الأعضاء لها علينا حق في فترة الحمل برضي لا على فكرة بتوجهت شوي يعني مش كل يعني مش إن أنا بفكر في البيبي أو في الحمل بس بفكر في فكر في كل حاجة وبيت جسم يعني سناني لا علي حق لو لا قدر لا حاجة ظهرت في في الساديين زي السؤال موجود وكده لا بتابع وبروح للجراحة بتابع عادي جدا يعني فترة الحمل إن أنا لو حصل فيها حاجة بتابع مع الجراحة عادي خيز ده سؤال من ضمن الأسئلة اللي عجبتني أنا الصراحة تفضل واحدة تسأل وده يعني إنه حدي بيسأله دي حاجة حلوة جدا هل التمارين الرياضية من الممكن أن تحد أو تحافظ على عدم ظهور سرطان السادي ولا لا هو رياضة حلوة طبعا فيش كلاب يعني بس إحنا إحنا قلنا الأورام بتبقى نموه غير النموه عشوائي ودائما أبدا لها علاقة بالجينيتكس يعني أو الاستعداد الوراسي الأورام السرطانية آه يعني ده مثبت يعني مثلا معروف أن السموكينج أو التدخين له علاقة بسرطان الرئة لكن ممكن تلاقي واحد عمره مدخن وبرضو جاله سرطان الرئة أو زي ما إحنا لسا قلين في السادي نفس الكلام يعني واحدة عمرها ما عندهاش أي ريسك فاكتورز جويس سن طبيعي خلفت في سن طبيعي رضايت طبيعي وبرضو جالها سرطان سادي فهو الأورام في الغالب وبذلك الأورام السرطانية فيها جزء جينيتكس يعني فرياضة قويسة بس ملهاش علاقة ملهاش لم يثبت فعليا أن راضة لها علاقة بالحد أو بالوقاية من سرطان سادي لا إن كان لها علاقة فإن هي مثلا تبقى أكتف ما بجلهاش سمنة أو كده ده ممكن تكون علاقة وحيدة يعني بس علاقة بعيدة برضو فإذا بتسأل عندي خراج في الحالة هل من الممكن يقلب بمرض؟ لا الخراج بتفتح بس أنت هي شخاصة نفسها خراج يعني ولا راحت لحالة شخاصة هي بتسأل هي ممكن قوي شخاصة نفسها أحنا شطار جدا في الجزئية دي لا نروح للطبيب نروح للطبيب أنا زي ما قلت حراك الداكتكتزية ممكن تبدأ كده الغدة لبنية فتحت والجراح خد منها عينة وحطت لها فتيل وكده وبالذات لو تكررها وكده يعني دي خليني ألرت أو أن أنا أفكر في الغدد اللبنية أو في الجراح يفتحولي بردو آه بمودي ده السؤال اللي إحنا نسأله لنا طب أنت إلى مينة لشخاصك؟ أنت روحت لخراج يعني لدكتور شخاص لخراج طب ولا شخاص لخراج منتظر إيه عشان يفتحه؟ آه يعني أنت منتظر إيه؟ ده قال يعني الألف بهج راحة أي أبسس مست بي ريليزد يعني أي خراج آه بيتفتح 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 على طوله أحيانا ممكن طب حد تاني بيسأله بيسأل عن آه هل السرطان السادي الصناعي أو الامبلانت آه بيكون فيه أي إحساس ولا لا يعني السيدة تشعر بأي إحساس فيه ولا لا هو الإحساس بين الجلد أساساً يعني إحنا بنحس الريسيبتورز بتاعه جسمينا في الجلد فبيبقى فيه إحساس طبعاً آه لأن الريسيبتورز بتاعه إحساس كلها في الجلد مش في الامبلانتة أو في ال في الديب تشو آه كويس معك أسرع تاني تمام حد حد بيسأل بتقول بعد استقصال ورم من تحت من تحت الإبط ظهر جلد شديد كده أو جلد شبه الفيل شبه جلد الفيل آه لأ ده الليمفيديمة آه كلامها مظبوط ده سؤال ده بتحصل بتحصل إن إحنا لما بنشيل الغدد الليمفوية فالغدد الليمفوية دي دي المصفة اللي بتلم المية أو الأنسجة الهلكة من الجسم أو كده فهي لما بساعات بتتشال كلها فبتعمل الليمفيديمة آه الليمفيديمة يعني الغدد ما فيش حاجة تصرف المية أو الخلايا الهلكة أو كده يعني بس لها عمليات هل هي عمليات اللي ممكن لها تعملها شو تعالى؟ في عمليات ما اللي هو منزب بروسيدور إن إحنا بنرفع في لابس من تحت هنا وبنشيل الديب الديب تيشو ده ونتيجا كويسة جدا يعني بس هي كومبليكيشن شهير بعد عملية الاستقصال التوتال مستيكتومي أو استقصال الكل للسادي يعني أو الغدد اللي مفاوية معاه طبعا يعني دكتور هشام هو وقت الحلقة أنت أبقى له ثلاث دقايق تمام عاوز نصيحة في النهاية لأستاذ المشاهدين من شكل حال النصيحة الوقاية خير من العلاج وده يعني في موضوع البريست مهم جدا احنا قلنا الفحص الدوري وشرحنا طريقته ازاي للست في الحمام بتقف ايديك في وسطك بتفحصي صدرك يا إما دواير يا إما بالطول كده الأول بالسبافيشة البلبيشن أو الضغط الخفيف وبعد كده تضيب البلبيشن اللي هو الضغط العميق شوية وأي حاجة اكتشفتيها أو شكتي فيها روحي تطمينين من الدكتور طبيب فور اه قلنا بعد عند سن 40 سنة ده فيه فحص الدوري كل سنة بالصنار لازم كل سنة والمامو جرام كل سنتين وعندك حد مصف العيلة كل 6 شهور رح يعمل ايه كشف ايوه رح تطميني لو عندك قبل كده طبعا قلنا برضو الحلقة ركزنا على ان برضو الراجل وده موضوع عشهر بالسيدات ومرتبط بهم طبعا يعني ولكن لنقصيب 1% لنقصيب 1% في مرض التسدي فانت برضو الموضوع ده مهم دكتور هشام جميل استشاري جراحة العم والأورام والمناظير وقصينا بشكرك شكرا جزيلا شكرا يا خالد وشكرا للسادة مشاهدين مشاهدين الكلام في كل مكان هذا البرنامج او هذه الحلقة من حب الحلقات اللي انا دايما بحب اتكلم فيها لما باتكلم عن السيدات وكافية الوقاية من الامراض اللي ممكن تكون اكثر انتشارا لسيداتك معايا النهاردة ضيف وشرفني ساعدت كثيرا جدا باجاباته المميزة على كل اسملكم بشتركوا ان شاء الله بإذن الله تعالى الناس اللي حابت تتواصل مع عيادات كيرزون هنقول العنوان مرة تانية والأرقام أسفل الشاشة عنوان 55 شارع سوريا بالمهندسين والشيخ زايد الحال 5 خلف السنترال بسكاي مول والحد ما نشوفكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج بشترك كيرزون لكم من كل التحية والتقدير أنا خالد صار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته